اهلا بكم في مرايا للأسف وبكل وضوح ايران اليوم كلمة واحدة يعني من خلال حرص الثوري طبعا تحتل العراق تحتل العراق بشكل خفي وظاهر احيانا اعرف ان هذا الكلام سيزعل احبابنا واهلنا في العراق بس تأملوا في الصورة هذه لما يكون قادة ميليشيات مسلحة عراقية تعلن الولاء الديني وطبعا يتبعه الولاء السياسي لرئيس دولة اخرى طبعا مش اسمه رئيسه والمرشد مرشد الدولة الايرانية وحرصه الثوري لما يكون هذه الفئة وهؤلاء الناس هم الذين يملكون اليوم ازمة الامور بالعراق فماذا نسمي هذا قبل ايام صد الرئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي قرار ان يبدو جميلا بيلزام ميليشيات الحشد الشعبي بالانضمام اما للجيش او الشرطة او يتركوا السلاح بشكل كامل وينخرطوا في العمل السياسي وان يتم منع السلاح خارج الدولة طيب حلو على قولة حسين عبد الرضا يا هل ترى كيف كيف يصير هذا الامر يعني هل يعني ذلك بشكل حرفي ومباشر انهاء الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة حقا ما هو مصير عشرات الالاف من الزعران الطائفيين من اعضاء هذه الميليشيات الرثة اخلاقيا ماذا يعني بالضبط تحويل هؤلاء للجيش والشرطة وبقية الاوعية الرسمية للدولة اليس معنى ذلك شرعنت حصابات الحشد الشعبي فيما يشبه تكوين حرس ثوري بنسخة عراقية ونحن نعلم سطوة وتغول الحرس الثوري الايراني على الدولة الايرانية حتى بصغتها الخمينية للمفارقة هو البرلمان العراقي اصلا اللي فيه كتل كاملة تعبر عن فصائل الحشد الشعبي يعني الجنح السياسي للحشد الشعبي هو نفسه شرع قانون للحشد الشعبي بوصفه تشكيلا عسكريا عام 2015 يعني بصراحة لا نريد خداع انفسنا صحيح ان صيغة القرار الذي اصدره رئيس الوزراء عبد المهدي صيغة حضارية دولتية لكن الواقع على الارض يقول ان الحشد الشعبي يحتل الدولة العراقية والحشد الشعبي بدوره محتل من النظام الايراني لا بل قل يؤمن ولائيا بمرجعية الولي الفقه بطهران السيد خامنعي مؤكد انه ثمت ضغوط امريكية خلف القرار ومساندة طبيعية من العراق العادي لكن هذا ليس كافيا حتى يفعل بالحشد كما فعل السلطان العثماني بالانكشاريين عشان يمكنه ان يصلح سلطنته وكان ذلك في غابر الزمان والاوان والله المستعان الهجوم الذي استهدف محطتين لضخ النفط في السعودية في مايو الماضي يعتقد انه قادم من العراق بهذا العنوان فجرت صحيفة وولستيد جورنال الامريكية المفاجأة التي تشير الى ان العراق تم استخدامه كمنصة لانطلاق طائرات مسيرة نحو قلب السعودية تحديدا صوب محطتين لضخ النفط تابعتين لشركة ارامكو وتشير الصحيفة الى ان وزير الخارجية الامريكي اثار القضية مع رئيس الحكومة العراقي في وقت سابق عبر الهاتف حاضا اياه على اتخاذ خطوات تضمن عدم استخدام العراق كمنصة للهجوم استهداف المحطتين السعوديتين يعد امتدادا لسلسلة العمليات التي تزيد معها المخاوف من ان تتحول العراق الى جبهة جديدة يستخدمها وكلاء طهران ضد واشنطن مع اني اعرف ان السيد مشعان الجبوري متقلب الهوى وهو نفسه كان حليفا لهذا المعسكر الايراني في العراق يوما ما اعرف هذا لكن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها ان وجدها ومن من وجدها وهنا ليست الحكمة بل الحقيقة المؤلمة لا اقليمية ولا مجاورة التي ابلغت الولايات المتحدة الابريكية يعني الولايات المتحدة ابلغت ابلغت الرئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي ان لديها معلومات او ما يثبت ان بعض الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع نفطية في السعودية انطلاقت من العراق وما راح اقول طبعا و اقول لك هو قد قالوا له من الاين انطلقت من العراق عجيب يعني حددوا له طرح طبعا قوة من الشرطة هاجمت مشعان بعد هذا لكن صحيفة الولد ستريد جورنل بعد كلام مشعان جابت تفاصيل شوي مزعجة القصة مش بس استهداف المصالح الامريكية او الداخل السعودي الاهداف النفطية في الدواد وغيرها بامر من الحرس الثوري الايراني بل فكرة اغتيال مفهوم الدولة العراقية من خلال تحطيم هيبتها وتسليط الاوباش على سفارة دولة عربية عيانا بيانا اعتداء من متظاهرين موالين لايران على سفارة مملكة البحرين في بغداد استدعى تدخلا من الجيش العراقي لانهائه تفصيل ما حدث بحسب المصادر الامنية يتلخص في تجمهر اعداد كبيرة من المتظاهرين امام مقر السفارة البحرينية بدأوا في الاعتداء على السفارة متسببين في اضرار مادية جسيمة قبل ان يتمكنوا من الوصول للعالم البحريني وانزاله مصادر امنية عراقية اكدت قوع مصابين في صفوف قوات الجيش العراقي كما اكدت وزارة الداخلية العراقية اعتقال اكثر من اربعين متظاهراً العراق العراق كيف يمكن ان نراه اليوم الاستراتيجية الايرانية في العراق تعتمد منذ 2003 الى الان عزل العراق عن المحيط الاقليمي والدولي وارباك العلاقات العراقية الاقليمية الدولية واحدة من اهم عوامل هيمنة ايران على العراق هو التقاطع في العلاقات مع الاشقاء العرب لذلك دائماً ايران تستغل حلفائها او اتباعها في الحكومة في البرلمان لخلق ازمات مع الدول العربية تطور العلاقات مؤخراً بين العراق والمحيط العربي والاقليمي جعل العراق انفتح على دول المنطقة وحلفاء واشقاء العرب يتمتعون بعلاقات دولية مفتوحة بينما ايران معزولة اقليمياً ودولياً هذا كل يحصل لذلك استفز ايران جداً وجهت ميليشياتها ووجهت اتباحها باعتداء المسلح على المصالح الدول الجوار وخصوصاً بالسعودية كذلك الهجوم على السفارة البحرينية الهدف الرئيسي هو دق سفين في العلاقات بين العراق ومحيط العربي صحيح الامر كما قال الباحث العراقي غيث التميمي هو الهدف دق سفين بين السعودية بين العراق مش بس السعودية وكل محيطه العربي في حديثه هذا لمرايا لكن ما نقول إلا واسف على بلد عظيم شعب عريق اقتصاد كبير كل هذا يذهب كله سدى لصالح الارهابيين الايرانيين على حساب العراقيين قبل غيرهم يعني ليت هذا الارهاب مسخر إن كان الارهاب ينفع لخدمة الشعب العراقي لا لخدمة مصالح شعب آخر أو حكومة أخرى بالأحرى وجعل العراق يدخل معارك لا ناقة له فيها ولا جمل فقط من أجل إرضاء الولي الفقي بإيران وضباطه في الحرس الثوري وتسليط أتباعه على مال ومستقبل وصحة وكهرباء ومياه العراقيين وأسفاه على من فقد إحساسه بعراقيته نفسها ورضي أن يعيش ذليلا عوضا أن يكون رأسا وأصبح ذيلا قال أبو الطيب المتنبي ابن الكوفة العراقية قال ذلا من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخف منه الحمام من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بمية إيلام إلى اللقاء اشتركوا في القناة